هي نقطة مهمة لا يتم التركيز عليها بشكل كافي في المناهج الدراسية فيخرج التلميذ أو الطالب لا يفهم وليس جزء من تفكيره في قضية أن الدولة هي تمثل وأنه هو شريك مساهم في هذه الدولة سواء كان وزيراً أم لم يكن وزيراً سواء كان في الحكم أم لم يكن في الحكم هو شريك وبالتالي عليها أن يتحمل مسؤولية هذه الشراكة هذه قيمة أولى قيمة الثانية هي الشجاعة في قول الرأي والشجاعة في المراقبة والابتعاد عن هذا الخوف أو الرقبة الذاتية أنه خلاص فساد خلينا ما نحكي عن هذا الموضوع هذا موضوع هذه القيمة قيمة قول الرأي قيمة الاحترام التعبير أو قوة التعبير قيمة حرية التعبير هي قيمة أساسية جداً في موضوع مكافحة الفساد عندما نرسخ هذه القيمة بشكل جيد كحق ولكن أيضاً كمسؤولية نكون أيضاً في الطريق نحو ترسيق قيم النزاهة أو تمكين الأجيال المقبلة من مكافحة الفساد أحباً أضيئ على هاتين نقطتين وفي الختام أود أن أقول أن الفساد لا ينتهي ولو تكاثرت الهيئات والمؤسسات أكثر مما هي أضعافاً مضعفاً الفساد كأي ممارسة ستبقى من هذه الممارسات التي تعتبر جرائم سميها ما أردت ستبقى السؤال الذي يجب أن نطرح ليس لماذا فعلت هذه المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد السؤال الذي يجب أن نطرح هو ماذا نفعل نحن كل واحد مننا للمساهمة في هذه الجهود ولكي نكون نحن قدوة ونموذجاً لأولادنا ولأقاربنا وزملائنا وأقرامنا في هذا المجتمع مرة أخرى في برنامج المتحدة الإنمائي نهنئكم نهنئ الجميع ونهنئ جمعية شرفير كويتية على تنظيم هذا المنتدى ونعتز بأن هناك هذا الاهتمام بموضوع أحببنا أن نصلت الضوء عليه منذ سنتين وهو موضوع مكافحة الفساد على مستوى القطاعات التي تؤثر على الحياة اليومية للناس ونعتقد أن منتهى إلي هذا المنتدى هو لبنة هامة أو خطوة هامة في مسار طويل نأمل أن نستمر في التعاون من أجل الاستمرار في التقدم في هذا المسار وشكراً لكم شكراً لك أستاذ أركان سبلاني في الختام حقيقة أنا ودي أسجل شكري الكبير للأخوة والأخوات المحاضرين اللي شاركوا من خارج الكويت وأيضاً لمن شارك من داخل الكويت يعني كانت الأوراق ثرية وستصدر بكتاب نحن كل سنة نطبع كتاب عن أعمال المنتدى ستصدر إن شاء الله بكتاب قريباً فلهم كل الشكر على مشاركتهم أشكر أخواتي الفاضلات المقررات مقررات الجلسات الأربع اللي موجودين على المنصة على يعني قدموا لنا خلاصة وزبدة هذا المنتدى أيضاً أشكر اللجنة التحضيرية والفنية المنظمة للمنتدى زملائي وزميلاتي اللي ساعدونا وتعاوننا كلنا مع بعض في إعداد هذا المنتدى وطبعاً الشكر موصولي الأخ أركان السبلاني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا النشاط ليس الأول ولن يكون الأخير وسيكون بيننا إن شاء الله تعاون سواء في الكويت أو في مناطق أخرى في وطننا العربي طبعاً نحن نأمل من معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي أن يأخذ بهذه التوصيات هو شخصياً والوكلاء اللي شاركونا التربية جامعة الكويت التعليم العالي هذه العاملة للتعليم التطبيقي والتدريب كل الأطراف المعنية حتى الجامعات الخاصة اللي موجودين معانا والمدارس أنهم يعني يستمعون ويعودين قراءة هذه التوصيات ويأخذون بالصحيح منها بإذن الله حتى تفيد عمليتنا أو مسيرتنا التربوية طبعاً نشكر كل الأطراف أيضاً اللي شاركت من منظمة الشفافية الدولية واليونسكو والأو إي سي دي والبنك الدولي وأنا أخشى أنسى بعض الأطراف لكن الكل نقدم لهم هذا الشكر طبعاً أخيراً نحن نقول عندنا لجنة حوكمة التعليم في الجمعية ويعني سنعيد تشكيلها فمن ترغب من السيدات الموجودين هنا الموجودات في القاعة أو من الأخوة الزملاء الرجال يعني يتصلون علينا في الجمعية حتى نستفيد من جهودهم التطوعية في متابعة المؤسسات التعليمية وآخر شيء نختم بشكر خاص بسمكم جميعاً لحضرة صاحب السمو أمير الكويت على رعايته السامية لهذا المنتدى ولكل منتدياتنا الستة السابقة وإن شاء الله تستمر منتدياتنا عام بعد عام بتواصلكم ودعمكم لأعمال جمعية الشفافية الكويتية أسفين على الإطالة وشكراً مرة أخرى ونراكم على خير بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر